اعزائي طلبة وطالبات اولى سنوي اهلا بكم في فرنش اكاديمي مع درس جديد من منهج اللغة الفرنسية احنا خلصنا الدرس الاول من الوحدة الاولى وتعلمنا فيه سبع حاجات اول حاجة ازاي نقدم نفسنا تاني حاجة الحروف الابجدية تالت حاجة الارقام من واحد لخمسين ورابح حاجة الالوان وخامس حاجة ضمائر الفاعل وسادس حاجة تصريف الافعال يسمى يمتلك وسابع حاجة اخدناها هي كلمات الاستفهام كومو وكال وقو والفيديو بتاعنا النهاردة بقى هيكون عبارة عن حل امتحان عن الدرس الاول امتحان بتاعنا هيكون عبارة عن وثقتين كل وثيقة عليها اربع اسئلة وسبع اسئلة مواقف وتمن اسئلة قواعد كل الاسئلة دي طبعا اختيار من متعدد يعني الامتحان كله عبارة عن 23 سؤال وهي دي صورة الاسئلة اللي بتكون موجودة في امتحان اخر السنة نبتدي مع بعض باول وثيقة يعني اقرأ هذه الوثيقة ثم اختر الاجابة الصحيحة الوثيقة بتاعتي عبارة عن بطاقة تعرف مكتوب فيها نو نو يعني اسم اسم شخص يعني كامل سامي اسم شخص اسمه كامل سامي عاج عاج العمر 15 سنة 15 سنة لسي المدرسة القلاء ادرس العنوان 10 10 شارع الظهور القاهرة 10 ري دي فلور لوكار يبقى ده واحد اسمه كامل سامي وعنده 15 سنة ومدرسة اسمها الجلاء وساكن في عشرة شارع الظهور في القاهرة عندي اربع اسئلة كلهم اختياري اول سؤال سامي ايه نقط دو كامل سامي ده يكون يقرب ايه لكامل كامل الولد ده اسمه كامل سامي يبقى سامي ده ابوه الو بير يبقى سامي ايه الو بير دو كامل سامي ايه الو بير دو كامل سامي يكون الاب بتاع كامل السؤال التاني كامل ابيت نقط كامل يعيش فين او نيطالي في ايطاليا ولا او فرانس في فرنسا ولا او نيجيبت في مصر ولا او جابون في اليابان العنوان بتاعه بيقول انه هو في عشرة شارع الظهور في القاهرة يبقى او نيجيبت الاجابة نميغو سي او نيجيبت يبقى كامل ابيت او نيجيبت السؤال التالت الظهور ده اسم ايه دان ليسي اسم مدرسة ولا دين ري اسم شارع ولا دان كلوب اسم نادي ولا دان سينيما اسم سينيما العنوان بتاع كامل كان بيقول انه هو في عشرة شارع الظهور ري دو فلور يبقى فلور ده اسم شارع كلمة شارع هنا نيجيبو بي دين ري السؤال الرابع كامل عنده كم سنة سيز ولا دوز ولا ديس ولا كنز هو كان عنده خمستاشر سنة يبقى الاجابة نميغو دي كنز كامل دي الوثيقة الاولى نشوف الوثيقة التانية اقرأ هذه الوثيقة ثم اختر الاجابة الصحيحة نقرأ الوثيقة مع بعض وبعد كده نشوف الاسئلة جي مابل محمد سامي انا اسمي محمد سامي جي كنزان عندي خمستاشر سنة جي سوي زي لايف وليسي النصر انا تلميز في مدرسة النصر جيم لتينيس اي لجودو انا بحب التنس والجودو جونيم بعلو باسكيت انا مش بحب كرة السلة جي دي كوبان دو تينيس انا عندي اتنين اصحاب او رفقاء في لعبة التنس يل سابل علي افادي هما اسمهم علي وفادي علي عنده 17 سنة فادي او 18 وفادي عنده 18 سنة دي الوثيقة بتاعتنا نشوف الاسئلة اللي عليها محمد اي نقط محمد ده تلميز مدرس دكتور فوتوغراف مصور محمد في الوثيقة بيقول انه هو تلميز يبقى الاجابة نمغو ا محمد ايه السؤال التاني محمد مش بيحب ايه محمد مش بيحب ايه محمد مكانش بيحب كرة السلة يبقى الاجابة يبقى الاجابة نمغو سي السؤال التالت علي عنده كام سنة ولا سيز ولا كانز ولا دي سات علي في الوثيقة بتاعتنا بيقول انه هو عنده سبعتاشر سنة يبقى الاجابة نمغو دي دي سات السؤال الرابع نقط ايه لو بير دو محمد ابو محمد اسمه ايه علي ولا سامي ولا فادي ولا فاريد محمد وهو بيقدم نفسه في الوثيقة بيقول انه هو اسمه محمد سامي يبقى ابوه اسمه سامي نمغو بيه يبقى سامي ايه لو بير دو محمد كده خلصنا الوثيقتين دلوقتي بقى نشوف اسئلة المواقف عندي سبع اسئلة مواقف هنحلهم مع بعض اختار الاجابة الصحيحة اول سؤال اللي هو نمغو نوف يعني رقم تسعة علشان احنا حلينا قبل كده ثمان اسئلة اربع في الوثيقة الاولى واربع في الوثيقة التانية وده السؤال رقم تسعة في الامتحان بتاعنا نمغو نوف انت بتسأل زميلك عن سنه كسكو دي دي صغة استفهام كسكو دي يعني ماذا هو يقول ال يعني هو دي يقول كسكو التعبير ده معناه ماذا كسكو كسكو يعني ماذا ماذا هو يقول احنا لازم نكون عارفين معاني الكلمات كويس جدا عشان نقدر نعرف نحل الأسئلة بتاعة المواقف صح لان حلنا لأسئلة المواقف بيعتمد مية في المية على معرفتنا المعاني الكلمات فهو بيقولي ان انت بتسأل صديقك او زميلك عن سنه هو هيرد يقولك ايه هيقولك هو اسمه رومان ولا هو عنده خمستاشر سنة ولا هيقولك أنا عندي ستاشر سنة ولا هيقولك انا اسمي انا دلوقتي عايز اختار اختيار من الاربعة دول السابيل رومان وجومابيل الالكس الاتنين دول ما ينفعوش علشان هو مش بيسأل عن اسم حد هو بيسأل عن العمر وطالما بيسأل عن العمر يبقى انا عندي يا ام هختار نميغو بي يا ام هختار نميغو سي نميغو بي بيقول الى كنزان هو عنده خمستاشر سنة لكن نميغو سي بتقول جي سيزان انا عندي ستاشر وانت بتسأله عن عمره هو يبقى المفروض ان هو هيقولك انا عمري كذا يبقى الاجابة نميغو سي جي سيزان السؤال التاني في المواقف يعني السؤال العاشر في الامتحان نميغو ديس انت بتسأل المدرس بتاعك عن اسمه كسكو تدي يعني انت هتقول ايه كسكو زي ما احنا اتفقنا معناها ماذا انت يبقى انت اللي هتسأله نشوف الاختيارات هتقوله حضرتك اسمك ايه ولا عمرك كم سنة ولا ايه اللون اللي حضرتك بتحبه ولا حضرتك عايش فين او بتسكن فين طبعا السؤال عن الاسم عايز تسأله عن اسمه كلمة نو يعني اسم هتسأله عن اسمه يبقى هتقوله نميغو ا يعني اسم حضرتك ايه هنا يعني انتم زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان احنا بنستخدمها مع المفرد اللي اكبر مننا سنا او اللي احنا بنعرفهوش كويس بنقوله بمعنى حضرتك السؤال اللي بعد كده نميغو اونز انت بتسأل صاحبك هو عايش فين كسكيل دي ماذا هو يقول هو اللي هيرد عليك بانت سألته هو اللي هيرد عليك بالاجابة هيقولك يعني صاحبي ساكن في تلاتة شارع البوستة ولا هيقولك أنا ساكن في تلاتة شارع الظهور ولا هو ساكن في اسكندرية ولا أنا عندي صاحب في الفصل انت بتسأله عن عنوان وهو يبقى هو المفروض هو هيقولك أنا عنواني كذا يبقى هيقولك جابي ترواري دي فلور نميغو بي السؤال اللي بعدين نميغو دوز اتناشر انت عشان تستأذن بالانصراف من أصحابك كسك تدي انت هتقول ايه هتقول بونجور ولا أبلوس ولا بونسوار ولا انشانتي كلمة انشانتي بنقولها لما بنتعرف على حد جديد مثلا وبنقوله تشرفنا بمعرفتك معناها انشانتي انشانتي يعني تشرفنا وبونجور يعني صباح الخير وبونسوار مساء الخير لكن كلمة أبلوس هي معناها إلى اللقاء يبقى هي الإجابة الصحيحة نميغو بي أبلوس السؤال اللي بعدين نميغو تخيز تلاتاشر انت بتسأل صديقك عن لونه المفضل سا كولور بريفيري كسك تدي؟ انت هتقول ايه؟ انت عايز تسأله عن لونه المفضل يبقى هتوجه له سؤال هتسأله تقوله كال كولور امتو؟ اي لون انت تحب؟ ولا كالي لا كولور دو تون كايير؟ ما هو لون كورستك؟ ولا كالسان لكولور دو دغابو اوجيبسيان؟ ما هي ألوان العلم المصري؟ ولا الام كالكولور؟ اي لون هو يحب؟ انت بتسأله عن لونه المفضل يبقى هتوجه الكلام ديه يبقى هتقوله كالكولور امتو؟ اي لون انت تحب؟ نميغو ا السؤال نميغو كتارز اربعتاشر تساليو تون امي لومتن تساليو تون امي لومتن يعني انت بتحيي صديقك في الصباح كيسك تدي؟ هتقوله ايه؟ هتقوله بون سوار؟ ولا بونجور؟ ولا او ريفوار؟ ولا ابلوس؟ ابلوس و او ريفوار دول معناهم الى اللقاء تحية في المساء بونجور هي اللي في الصباح طول النهار بنقول بونجور يبقى الاجابة نميغو بي بونجور السؤال نميغو كنز خمستاشر تيو تيو بخيزون تاتي كوبان؟ انت بتقدم نفسك لاصحابك كيسك تدي علشان تقدم نفسك؟ هتقول ايه؟ هتقول جي ان كوبان دو تينيس؟ انا عندي صاحب في لعبة التنس ولا جيو ساليو مي كوبان؟ انا بحيي اصحابي؟ ولا جيو مابيل مارك؟ انا اسمي مارك؟ ولا إلا بيت الوكسو؟ هو بيعيش في القصر؟ انت بتقدم نفسك يبقى تقول جيو مابيل يبقى نميغو سي جيو مابيل مارك كده خلصنا اسئلة المواقف عندي 8 اسئلة جيغامير يعني قواعد اختيار برضو من متعدد اختاري الاجابة الصحيحة السؤال نميغو سيز 16 نقط جيو مابيل نيكولا احط مكان النقط طوا ولا موا ولا قل ولا إيل الضميرين طوا وموا دول ضميرين اسمهم ضمائر توكيد الضمائر دي بتيجي قبل توا بتيجي قبل توا وموا بتيجي قبل جو ده للتوكيد وقال طبعا هي وقيل هو يبقى الاجابة الصحيحة هتكون نميغو بيه بنجيب موا وبعد كده بنقول جو موا دي تأكيد على جو انا انا اسميكولا موا جو مابيل نيكولا السؤال نميغو دي الساد 17 النقط بخيزون تقاسي كوبان دي كلاس هو بيقدم نفسه لاصحابه احط مكان النقط سو ولا ام أبوستخوف ولا تي أبوستخوف ولا سو هو بيقدم نفسه والضمير اللي بيجي معه زي ما احنا كنا بنقول في فرب سابولي الضمير المنعكس اللي بيجي معه هو سو نميغو ا السؤال نميغو ديزويت 18 تي نقط كومو احط مكان النقط سابل ولا تابل ولا سابل ولا سابولي هنا فرب سابولي متصرف مع تي المفروض بيكون اخر اس يبقى نميغو بي تي تابل كومو السؤال نميغو 19 19 سي أبوستخوف نقط سامير احط مكان النقط ا ولا ام ولا سابل ولا اي السي أبوستخوف ده ضمير اشارة محزوف منه الو وبيجي مكانها أبوستخوف لما شوف السي وبعديها أبوستخوف دايما احط وراها اي اللي هي نميغو دي ده فيغب اتخ يكون سي يعني هذا يكون سي سامير يعني هذا يكون سامير يبقى الإجابة نميغو دي السؤال نميغو 20 رامي اي سوها نقط سيزون رامي وسوها عندهم 16 سنة احط مكان النقط أفون ولا قوم ولا ا ولا ا رامي وسوها دول بيحل محلهم ضمير الفاعل لأنه ولد وبنت او ولد ومجموعة بنات بيكونوا جمع مذكر باللي بيحل محلهم الضمير لجمع المذكر وطبعا تصريف مع هو نميغو بي يبقى رامي اي سوها السؤال نميغو ولا كل أدوات الاستفهم طبعا كي وكي لسه ما اخدناهمش كومون بنسأل بيها عن الاسم كل هي اللي بنسأل بيها عن العمر كلاج السؤال نميغو 22 22 نوزابلون خالد اي ياسر احنا اسمنا خالد وياسر احط مكان النقط وو ولا نو ولا والقيل الفعل اللي عندي هو متصرف مع نو علشان عند الضمير الانعكاسي نو نوزابلون يعني ناقصني ضمير الفاعل نو نميغو بي نو نوزابلون خالد اي ياسر السؤال نميغو 23 23 انا اي في اسكندرية اي ولا ام ولا ابيت ولا مابيل الجملة ناقصها اكيد يبقى انا بسكن في اسكندرية او انا بعيش في اسكندرية ده كان اخر سؤال في الامتحان بتاعنا واتمنى تكونوا فهمتوا واتمنى يكون الموضوع سهل عليكم وبرحب كل اسئلتكم واستفسراتكم في الكومنتات ونتقابل مع بعض في فيديو جديد ان شاء الله شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة